اشتركوا في القناة طيب حدا بيصير تحقيق حدا بيحط الجاذبية الأرضية حدا بيحط الحق على الجاذبية الأرضية لا طبع بس هي هو الجاذبية الأرضية لموتتهم هذا قانون اللوح المحفوظ قلت لك لا يفرق طفل اش عمره خمس سنوات يا لطيف يا حرام بس ما بيشرحها الجاذبية هاتب بيلاك مين وقع وما انتباه بس ما بيلك عاجات بيه والمشرم كمان طافئ العاشر بيقى بشاك الله لا يجبه كويسة بس هي جاذبية الأرضية لا تفرق بيناتهم يعني نحن الآن العذاب الموجود في العالم العربي الآن هذا قانون هذا كيف هذا قانون هذا قدر يدك هذا قانون قانون ألق عليه الله بالنبوة يعني هلأ هلأ شوف في ناس عم يتعذبوا في منهم بريئين كتيره أطفال ولساء ولا ما فيه صح طيب ما نعطى فيه قانون شغال مثل جاذبية الأرضية شغال ما يفرق ما يفرق ونحن بنعرف هذا القانون شو هو هذا موجود وين عطاه الله عطى لمحمد بن عبد الله هذا القانون عطايا باللي هو قانون ايش قانون هلاك القرى هلاك القرى ما أحكى على مجتمعاتها هذا اللي حكينا عنها ما أحكى على الأفراد ممتاز هذا اللي حكينا عنها يسور يعني أحكى على قانون يعمل كالجاذبية لكن اللوحة المحفوظ هو الذي يضم قوانين الكون وليس مناط الدعاء وهذه القوانين الثابتة يعني أنت ما تنسيه لأله يلغي جاذبية طبعا هلا تنسيه لأله ينزل مطر ليش لأنه قانون الحرارة والدورة المطرية موجود ولكن قانون أنه يجي الريح لهون أو توقف الغيبة وتنزل كذا هذا مناطع لأنه حدث جزئي في الطبيعة والريح وتجريب تماما حدث جزئي أما قانون الكل هو تغير المناخ قانون مجموع الأمطار التي تهوط على الكرة الأرضية هذا قانون أما أما واحد مثلا نتعرف بالعالمين نزيل مطر هذا ممكن مناطعه لأنه عميك على حدث جزئي عميك أنه الرياح تجي بس ما بيغير قانون نزول مطر ما بيتغير أنه الماء تتبخر نعم وتتجمع والريح تسوءة وتنزل مطر هذا القانون ما بيتغير لحظة بس دكتور هنا يعني فيه أنا قلت أنه اللوح المحفوظ بيحثي الأحداث الإنسانية وأحداث الطبيعة الجزئية أنه هون نزل مطر يحصيها كيف يحصيها؟ يحصيها أو هو اللي يضم قوانينها؟ هيها لمناطع الدعاء يعني في اللوح المحفوظ فيه أشياء مناطع الدعاء وأشياء ليس لا الإمام المبين فيه الأحداث الطبيعة الجزئية كاتبه بكتابي لسأب أنك تلقى تلك آيات القرآن وكتابي المبين أقرأ هلأ سورة النبل بتلاقي فيه أحداث طبيعة جزئية وفيه أحداث الإنسانية في السورة النبل نعم فهذا الإمام المبين بالأسف نحن منذي الله أنه مثلا الله يبعث ريح بس ما منذي الله أن يغير قانون الطبيعة بالملاخ أنه مثلا أنه ما يصير فيه شتاء مثلا مثلا أو أنه الشمس يتغير مكانه هذا القرآن هذه قرنة يطلع منها المقارنة المقارنة المعرفة كلها مبنية على أمرين الأمر الأول المقارنة منقرنة والأمر التاني الاستقراء منقرنة كل المعرفة مربوطة بهتين الأداتين أبدا المقارنة والاستقراء المقارنة وابحة صحيح الاستقراء هو قانون أساسي وهو أساس العلوم كله استنتاج الكل من الجزء استنتاج الكل من الجزء من الجزء هذا الاستقراء المقارنة أعرى القصص القرآني تعالي خارج بنوح ما كان فيه أنعام لا ما كان فيه أنعام لا ما كان فيه أنعام ما ذكر الأنعام مع نوح نهائيا والآخر نوح هو أتركب المركب وحمل فيها من كل زوجين اثنين وآهلك إلا من صحيح ما كان فيه أنعام وشي يحمل قوار وبقر وجمال يعني هي كلهم وحملناه على ذات ألواح ودسور حبارة على الألواح مربوضة بألياف طبيعية حتى حبال ما فيه كان حبال ما فيه وحملناه على ذات ألواح ودسور وشون دسور شمع دسور يعني عبارة الألياف الطبيعية محبا ماشي كمل كمل دكتور هذا في موضوع الاستقرار في المقارنة في المقارنة أثنين لهوت كانت زللة الأنعام أم بنوا استقروا واتقوا الذي أمدكم بما تعلموا أمدكم بأنعامين وبنين إذن ربط البناء بالأنعام ما نسألون أتبون بكل ريح آية تعبث واتحيت قررنا مع صالح بصالح صار فيه ملكية خاصة للأرض هو أكو في الأرض تتخذون من سهولة قصورا وتنحسون الجمال بيوتا واتقال تتخذون من سهولة قصورا ما نسأل فيه ملكية خاصة للأرض طيب في الاستقرار قرأ كمان القرآن من قرأ يقرأ فإذا قرأناه واتبع قرآنه صح الاستقرار لأعطيك الآن أنا بتيسألك سؤال نعم كل العلوم على الإطلاق أنت وقت تساوي تحليل سكر بالدم شو بتساوي بتغذب إبري شو بيطلع دم شوية كده نقطة أنت كم لتر دم فيه في جسمك كثير خمس لترات أنت بتاخد هالآن تتحليل بتقول السكر مية وعشرة شون يعني في سكر عممت من هذا الجزء لمعرفة الكل هذا الاستقرار في مثال كل العلوم هيك يا الاستقرار موسى العلوم صح واقف هلأ يعني أنا ما أحتاج أطلع كل الدم اللي في الإنسان عشان قيسك العلوم تقوم على إيش مقارنة وعلى إيش أكتر شي شوف الاستقرار أنت بالدم طلعت شو نقطة أي وعممت نعم وهلأ بيقل لك الحديدة تمادت بالحرارة هلأ أنتوا أخذتوا كل فلزات الحديدة جرتتوا لا مش كل فلزات بس أحتيتوا قانا يعني حتى تدرك أن البحر ماليح من أن تشرب البحر كله طح فضحية هذا شو اسمه هذا الاستقرار هذا الاستقرار شكرا